لجنة مغربية تضم رسميين ورجال العمال تبحث الإجراءات الوقائية لتجنب الاقتصاد المغربي تدعية الأزمة الاقتصادية الأوروبية من خلال زيادة الدعم القطاعات المتضررة كالنسيج ومكونات صناعة الطائرات مع التركيز على زيادة الطلب الداخلي للرفع من وثيرة النمو ومن ضمن الإجراءات أيضا دعم الصادرات والبحث عن أسواق جديدة كل ذلك من أجل تفادي أي تأثير مستقبلي على المؤشرات المكرو اقتصادية المغربية الأزمة الأوروبية لم تؤثر على الاقتصاد الوطني بحكم أنه سنحسن أداءنا على مستوى النمو الذي سيصل إلى 4% مقارنة مع 3.5 المتوقعة معدل التدخم سيبقى في أقل من 9% كذلك فيما يخص العجز سيبقى في الحدود المرتقبة التي هي 4% فتراجع قيمة الصادرات المغربية إلى أوروبا والتي تمثل 60% من مجموعة صارة المغرب أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري وانخفضت الاستثمارات الخارجية من دول منطقة اليورو نحو المغرب إذ لم تتجاوز 50% مما كانت عليه العام الماضي فيما يتوقع أن تقلص أوروبا من مساعدتها للمغرب والمقدرة بـ 700 مليون أورو كل ثلاث سنوات المغرب هو الشرك الأول الاتحاد الأوروبي وأكيد أن الصادرات والولادة المغربية تتأثر إشكال تاني متعلق بالجانب المالي باعتبر أن الأزمة هي أزمة مالية في عمقها فأكيد أن التمويلات التي هي عبارة عن استثمارات لها الدول الجنوبية في المغرب سيكون لها تأثير باعتبار أن الاستثمارات ما ستجل المغرب وقد أفضت الأزمة التي تعيشها منطقة اليورو إلى تراجع تحويلات المغرب المغتربين وهو ما قد ينعكس سلبا على احتياطي المغرب من العملة الصعبة ويقول خبراء مغربة أن تراجع اليورو قد يخفف من عبء خدمة الدين العام على اعتبار أن 75% من مديونية المغرب مرتبطة باليورو من تداعيات الأزمة الأوروبية تراجع تحويلات المغتربين المغربة مما جعل آلاف الأسر المغربية تفقد مصدر عيشها وهذا راجع إلى تفشي البطالة في وسط المغرب بأوروبا كإسبانيا التي بلغت فيها النسبة 38% وجراء الأزمة التي تعيشها بعض دول منطقة اليورو فقد تراجع الطلب الأوروبي على السلع المغربية مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة بنقطة واحدة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة كما أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي قد يؤدي إلى انخفاض عدد السياح نحو المغرب وارتباطا بأزمة اليورو فإن ارتفاع قيمة الدولار سيزيد من حجم فاتورة النفط المدفوعة كاملة بالدولار وهو ما سيؤثر سلبا على الموازنة العامة حسن فاتح بي بي سي عرباطا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر